موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم ومرحبا مع رواع القصص ومع قصص التابعين رحمهم الله تعالى واليوم قصتنا مع سيد من سادات التابعين هو الأحنف ابن قيس سيد بني تميم وصل من الشرف والمكان والفضل حتى صار مضرب الأمثال في الشرف رغم أنه سبحان الله من ناحية النسب ومن ناحية الجسدية شيء بسيط لكن رفعه وعقله وحلمه ذلك هو الأحنف ابن قيس الذي يقول عنه زياد بن أبيه إن الأحنف ابن قيس بلغ من الشرف والسؤدد ما لا تنفعه الولاية ولا يضره العزل يعني لو استلم أي ولاية حكم أي بلد ما يرفع شأنه ولو عزل من أي بلد ما يقلل من مكانته من هذا الأحنف ابن قيس الذي كانت له قصة عجيبة مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه معاوية كانت طبعا حاكم في الشام ثم صار خليفة للمسلمين بعد أن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما فصار خليفة المسلمين فدخل عليه الناس الوافدون طبعا كانوا يدخلون عليه حتى الذين كانوا خصومة الذين قاتلوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب الصلح الذي تم مع الحسن بن علي صار صلح وعمت بلاد المسلمين مسألة السلام هذه وسمي عام الجماعة وتصالح الناس فبينما معاوية رضي الله عنه في قصره في الشام كانت أخته أم الحكم بنت أبي سفيان تجلس وراء الستارة في مجلس الخلافة لتسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتسمع كلام العلماء والعيان ونوادر الأخبار وروائع الشعر وبالغ الحكمة وآخر أخبار المسلمين فلأنها كانت سيدة راجحة العقل عالية الهمة وكانت تعرف أن أخاها خليفة المسلمين يعني يدخل عليه كبار القوم وأفضل الشعراء والعلماء وكان يدخلهم حسب مراتبهم يعني لما يجتمعون عنده في بداية النهار الترتيب حسب مكانتهم فكان يبدأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يوخرهم عند الباب ويقدمهم على من سواهم ثم يليهم كبار التابعين وأهل العلم ودول الأحساب وهكذا في هذا اليوم انتبهت أم الحكم أن أخاها يستقبل الزائر الأول استقبالا فاترا وسمعته يقول والله يا أحنف ما تمثلت يوم صفين اليوم الذي حدث فيه القتال بين معاوية رضي الله عنه وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه يقول معاوية يعتب على الأحنف لأن الأحنف ابن قيس كان وقف معه علي بن أبي طالب ضد معاوية فيقول معاوية يا والله يا أحنف ما تمثلت يوم صفين مرة وتذكرت وانحياذك عننا ووقوفك إلى جانب علي بن أبي طالب إلا كانت حزازة في قلبي إلى أن أموت فرد الأحنف ردا قويا شديدا عجيبا قال والله يا معاوية إن القلوب التي أبغضناك بها ما تزال بين جوانحنا وإن السيوف التي قاتلناك بها ما فتئت في أيدينا وإن تدن من الحرب فترا ندن منها شبرا وإن تمشي إليها مشيا نمضي إليها هرولة والله ما حملتنا إليك ما جئنا إليك رغبة في عطائك أو رأب أو رهبة من جفائك وإنما جئناك لرأب الصدع ولم الشمل وجمع كلمة المسلمين واستدار وخرج الأحنف بن قيس أم الحكم تعجبت من هذا الذي يتجرأ على أخيها الخليفة بهذه الجرأة فأزاحت الستار ونظرت إلى هذا الرجل وهو يخرج فإذا هو رجل رأت رجلا قصير القامة ضئيل الجسم أصلع الرأس متراكب الأسنان مائل الذقن منخسف العينين عين داخله رجلاه مع وجتين يسمونه أحنف اللي رجلاه مع وجتين تقول ليس فيه إنسان عيب إلا وله منه نصيب من ناحية الجسدية هذا فتحجبت يكون بهذه الصفة ويتجرع على الخليفة هذه الجرأة فلما خرج الأحنف التفكت إلى أخيها فقالت يا أمير المؤمنين من هذا الذي يتهدد الخليفة ويتوعده في عقر داره فتنهد معاوية وقال هذا هذا الذي إذا غضب غضب له مئة ألف من بني تميم لا يدون فيما غضب هذا الأحنف ابن قيس سيد بني تميم مئة ألف سيف يتحركون لغضبه لا يسألونه لما غضب لأنه أصلا لا يغضب إلا لسبب عظيم لأن من طبيعته الحلم يقولون ساد قومه بالحلم هو واحد من أفذاذ العرب وأبطال الفاتحين دعونا نستعرض قصة الأحنف ابن قيس من أولها في السنة الثالثة قبل الهجرة ولد لقيس ابن معاوية السعودي مولود سماهد الضحاك لكن لأن كان في رجليه انحراف وانعوجاج فسمي بالأحنف فغلب عليه اللقب فصار الأحنف ابن قيس وإلا اسم الحقيقي الضحاك ابن قيس أبوه قيس ما كان في المراتب العليا في عشيرته ولم يكن أيضا من الحواشي الناس بل كان في الطبق الوسطة وولد الأحنف في مناطق اليمامة غربي اليمامة من أراضي نجد ونشأ يتيما حيث قتل أبوه وهو طفل ما زال لم يمشي بعد وانتشر الإسلام في تلك الأراضي فدخل الإسلام قلبه وهو غلام لم يخط شاربه بعد شاربه بعد فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته داعية من أصحابه إلى قوم الأحنف ابن قيس يدعوهم إلى الإسلام فاجتمع الداعية إلى وجوه القوم هذه قصة إسلامة مرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني قيس فاجتمع إليه أعيان القوم والأحنف صغير طفل صغير يعني أمر يمكن حوالي عشر سنوات فأخذ يعرض عليهم الإيمان ويعرض عليهم الإسلام فسكت القوم وأخذ كل واحد منهم ينظر إلى الآخر فهنا الأحنف وكان حاضرا عشر سنوات اثنى عشر سنوات اثنى عشر سنوات بهالحدود قال يا قوم ما لي أراكم مترددين تقدمون رجلا وتؤخرون رجلا والله إن هذا الوافد عليكم لوافد خير يدعوكم لمكارم الأخلاق وينهاكم عن سيء الأخلاق والله ما سمعنا منه إلا حسنة فأجيبوا داعي الهدى تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة كلام عجيب من طفل صغير فلما سمعوا فكروا فيه كلام حكيم فأسلموا وأسلم معهم وانطلق الوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الواية أنه ذهب معهم ولذلك بعض الناس يعدونه من الصحارة وبعض الناس يقولون لا لم يكن هو وإنما غيره فلكن هذه من الرواية المشهورة أنه لما ذهب قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى المدينة استعجلوا كانوا مستعجلين فتركوا أغراضهم إبلهم وأغراضهم بدون ما حتى يربطوها ونزلوا عنها الأغراض واستعجلوا للذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا كل شيء فالأحنف شاف أن إبلهم وأغراضهم كلها ستذهب فنزل بهدوء وربط الأغراض ونزلها يعني ربط الإبل ونزل الأغراض يعني كان ما عند استعجال ثم في الرواية أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فعرف لماذا تأخر من الله صلى الله عليه وسلم الحلم والأناة قال يا رسول الله أهما خصلتان تخلقت بهما يعني مكتسبة أم هما خصلتان جبلا لله عليهما يعني فطرية قال صلى الله عليه وسلم بل هما خصلتان جبلك الله عليهما الحلم والأنات الحلم ما يغضب والأنات ما يستعجل هذا الرواية في رواية أخرى أنه ما كان معهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع موقفها من الإسلام وكيف أنه كان سبب في دخول قوما للإسلام رغم الصغر سنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأحنف عن هذا الدعاء يقول بينما أنا أطوف بالبيت العتيق في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ لقيني رجل أعرفه فأخذ بيدي قال ألا أبشرك قلت بلى قال أما تذكر يوم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك لأدعوهم إلى الإسلام هذا الذي جاء ودعا قومه إلى الإسلام قال لعم تذكرتك يقول تذكر جعلت أدعوهم وعرض عليهم الدخول في دين الله فقلت أنت يومئذ ما قلت فقال الأحنف لا أذكر قال فإني رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بمقالتك فقال اللهم اغفر للأحنف فكان الأحنف يقول ما من شيء من عملي أرجى لي يوم القيامة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يطمئني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعالي يوم القيامة أنه الله سبحانه وتعالى يغفر لي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى ظهر أمر مسلم الكذاب ظهر أمره قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن اشتهر أمره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتد عن الإسلام بسببه من ارتد من بني تميم ومن بني حنيفة وكان الأحنف بن قيس في تلك المناطق فذهب الأحنف بن قيس مع عمه المتشمس ليلقي مسلم ويسمع منه وكان الأحنف في براكير شبابه عندئذ فلما سمع من المسلم وخرج من عنده قال المتشمس لابن أخيه كيف رأيت الرجل يا أحنف فقال الأحنف كلمة عظيمة في حق مسلم قال رأيته مبطلا يفتر الكذب على الله وعلى الناس فهنا عمه قال له ممازحا له قال ألا تخشى على نفسك ألا تخشى على نفسك إن أخبرته بتكذيبك إياه ما تخاف يعاقبك إنك أنت كذبته فقال الأحنف عند ذلك أحالفك عنده فهل تحلف أنك لم تكذبه كما كذبته كذبه واضح فضحك العم قال بلى فالأمر واضح فثبت الأحنف وثبت عمه على الإسلام ولم يرتد مع أنه في بواكير شبابة إذا كنتم قد استغربتم ودهشتم من هذه المواقف الحازمة وهذا العقل الراجح الذي وقفه الذي أوقف الأحنف هذه المواقف في عظائم الأمور في بداية عرض الإسلام على قومه هو كان السبب في هدايتهم وفي أمر خروج مسيلمة هو الذي رفض وأبى أن يرتد وثبت الناس الذين حوله على ذلك رغم صغر سنة كل هذا العجب سينقضيه إذا عرفتم أن هذا الفتى من بني تميم كان نادرا من نوادر الدهر سبحان الله قدرة عقلية عالية ذكاء فطانة حكمة بلاغة فصاحة أضف إليها أخلاق سبحان الله أحيانا الجسم يعني لا ينبئ عما حقيقة الإنسان فسبحان الله يعني جسم كان مثل ما يقولون فيه عيوب كثيرة لكنه عقله كان كامل سبحان الله فكان نادرة كما يقولون من نوادر الدهر في حدة الخاطر وتوقت الذكاء وصدق الفطرة وصفاء النفس ومن أسباب التي دعت إلى ذلك وأعانته على ذلك أنه منذ نعومة أظفار كان يجالس الكبار والمشايخ ويغشى نواد العلماء والسياسيين ويشهد لقاءاتهم ويتلمذ على أيدي الحكماء والحلماء وهذه فيها نصيحة للمربين احرصوا على أن الشباب يجلسوا مع الذين هم أكبر منهم سناً احرصوا على أنهم يخالقوا هؤلاء الكبار فيتعلموا منهم لا يكون الشاب والطفل فقط مع الأطفال ومع الصغار لن يتعلم كثيراً احتكات بالكبار سيربيه على ذلك يحدث الأحنف عن نفسه يقول كنا نزور مجالس قيس بن عاصم المنطري فنتعلم منه الحلم كما كنا نزور مجالس العلماء لنتلقى منهم العلم سبحان الله يعني وصل هذا قيس بن عاصم من الحلم الحلم إن الإنسان ما يغضب سبحان الله بعض الناس عندهم قدرة أن يمسكوا أنفسهم ما في نرفزة ما في عصبية ما يغضبوا هذه المسألة يستطيع الإنسان أن يتعلمها يتعلم الحلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم يقول الأحنف تعلمت الحلم من قيس بن عاصم كما تعلمت العلم من العلماء فقيل للأحنف وما الذي بلغ من حلم قيس بن عاصم المنقري قال جئته مرة هكذا وصل هذا أستاذ الأحنف في قضية الحلم وصل من حلمه يقول الأحنف قصة عجيبة عنه يقول جئته مرة فرأيته قاعدا بفناء بيته في حوش البيت في صحن البيت محتبيا بحمائل سيفه يعني عليه الحبل مال السيف ومربط ظهره وساقه بعمامه بعض الناس كانوا يجلسون يربط رجله مع ظهره حتى يعني يكون جلسة ما يحتاج يفتح رجله ولا يحتاج يتعب بالحركة مربوطة يقول وجلست أسمع إليه بعد أن سلمت يقول ما هو إلا قليل حتى سمعنا ضجة فنظرنا فإذا به قد أتي له بشاب مكتوف وآخر مقتول واحد شايلين مقتول والثاني جرون مضبط فقيل له هذا ابن أخيك قد قتل ابنك فلانا ابن أخيه قتل ابنه أي مصيبة هذه يعني هذا مقتول وهذا عليه الدم يقول فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه ثم التفت إلى ابن أخيه فقال يا ابن أخي قتلت ابن عمك قتلت ابن عمك فقطعت رحمك بيدك ورميت نفسك بسهمك ما زال على هذا في عتال ابن أخيه ثم قال لابن آخر له قم يا ابني فحل كتاف ابن عمك فق الرباط اللي على يد ابن عمك وواري أخاك روح دفن أخاك ثم خذ مئة ناقة إلى أم أخيك كان أم ليس شقيقة وإنما أخوه من الأب فقط قال خذ مئة ناقة واسقها إلى أمه دية ابنها فإنها غريبة ولم يتحرك من مكانه من يستطيع مثل هذا وذلك الأحنف تربى على هذه الأخلاق وتربى على هذا الحلم حتى يرون عنه أنه حدثت له حدثة طريبة من هذه أنه كان جالسا في مجلسه يوما وكان عنده ابن من أبلاده رضيع يحبو على الأرض فدخل عليهم العبد ومعه ويناء مملوء بالحساء الشربة حارة جدا يريد أن يضعها للقوم فتعثر فسقطت الشربة على الغلام فأحرقته فمات من فوره وبدأ العبد يرتجف قتل ابن سيده فهنا الأحنف لما رأى رجفته قال اذهب أنت حر لوليك أجهل له ما عاتل بكلمة يعني أخطأ ما كان يقصد من يستطيع أن يصبر على مثل هذا الخطأ احنا على أشياء صغيرة يفعلها خادم ولا عامل ولا كده ننفجر هو سبحان الله العبد قتل ابنه وصبر ولم يغضب بهذه الأخلاق صار سيدا ليس فقط لقومه بني تميم وإنما سيد من سادات التابعين والعرب نزيد من قصة الأحنف في لقائنا القادم إن شاء الله شكرا الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته خوائع القصص 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 خوائع قصص خوائع القصص خوائع القصص اشتركوا في القناة